وهنا هرجعك مرة تانية على حاجة مهمة جدا علشان ما اسألت اطلاق تصريحات احيانا من جانب مفكرين كتاب سياسيين شخصيات عامة الى اخير بصوا يا جماعة لما كنا بنتكلم مبارح احنا وكان في ضيافتنا سيادة النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الانسان وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزا بكتبلكم يعني طبعا من مؤسسين حركة طمر احنا اتكلمنا تحديدا على مسألة دخول الاخوان من عدمهم في الحوار الوطني وكانت لك تصريحات كثيرة او تصريح شهير يتحدث عن مسألة انه الاخوان ممكن يشاركوا في الحوار اذا طلبوا ده بخطاب واضح وانه في هذه الحال يصبح هذا الخطاب هو اعتراف بشرعية النظام الحالي وشرعية الرئيس وما الى ذلك احنا طبعا عارفين تصريحات رئيس الجمهورية كنت شديدة الوضوح ان الكل ما دعو للحوار الوطني الا فصيل واحد وازن كلنا فاهمين من ان هو الفصيل واحد الاخوان اتنين لما كنا بنتكلم مبارح مع ست النائب محمد عبدالعزيز قال يا جماعة استحالة استحالة هيتم دعوة الاخوان بأي شكل من الاشكال او قبول حتى طلباتهم بالمشاركة في الحوار لانه احنا هنسامح في دم الناس ازاي في حاجة مهمة قوي هو مين قال ده سؤال بجد مهم جدا هو مين قال وانا هنا بتكلم بكل احترامي لأي عقل واي اسم احنا مش دخلين خناء يعني لكن هو مين قال ان النظام مستني ياخد شرعية من الاخوان مين قال ان الرئيس مستني ياخد شرعية من الاخوان يعني هنا لازم انا اسف معلش هستخدم تعبير تقيل لازم نتعلم نوزن كلامنا قبل ما نقوله احنا ناس بتاعت سياسة فالناس بتاعت السياسة بتوزن الكلام يعني ايه توزن الكلام اب انا عارف حجمه تقلق كلمة قبل ما طلعها لانه اي كلمة ينطق بيها سياسي على طول لها تفسير ومعنى لما اقول انه اهلا بالاخوان اذا طلبوا ده بخطابات رسمية واضحة فانه ده يعطي شرعية واعتراق يعطي اعتراف بشرعية النظام وشرعية الرئيس ده معناها ان الشرعية هنا منقوصة فاحنا في احتياج لاستكمال الشرعية من الاخوان او ده مش كلام يعني قد يكون انه النية اثناء اطلاق هذا التصريح او هذه الجمل نية حسنة مية في المية حلق قد يكون طيب هي نية حسنة مش هقول قد لكن تصريح غلط غلط سياسيا غلط يساوي انه في فرصة اصلا للاخوان للمشارك ده تصريح زي ده ادي واحد يساوي انه في فرصة للمشارك وما فيش فرصة لاخوان للمشارك يساوي ده كده نمر اتنين ان هناك شرعية منقوصة فنحن نحتاج لاستكمالها من الاخوان تلاتة انه مطلق التصريح له الحق في ان يدعو من يشاء والحقيقة ملوش هذا الحق لانه ليس هو الدعي للحوار وليس هو المنصق العام ولا هو في مجلس الامن اربعة اوه احنا بنطلق تصريح زي ده ليه ليه انا ما بفهمش ده خالص انا دايما هفترض حسن النواية دايما بس طالما انا افترضت حسن النية يبقى نتقبل الكلام من غير زعل تاني ده كلام سياسة كلام السياسة يتوزن لازم يتوزن ما ينفعش الكلام ما يتوزنش ما ينفعش يطلق على علاته ما ينفعش يتقال بعديه اصلا انا ما كانش قصدي هي السياسة ما فيهاش ما كانش قصدي خالص عشان بس نبقى متفقين ارجو 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 يا جماعة اللي هيطلق تصريح ما يبقى حمله بس كده